كشف مدير ناحية دجلام كيشيفة طالب محمد عبد عن إعداد خطة بين قيادة عملية سمراء والموارد المائية لتجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة والممتدة من أطرف مدينة تكريت حتى نهاية قضاء سمراجن وبشرقي المحافظة معتبراً إياها بؤراً إرهابية ومنطلقات لتنفيذ هجمات من قبل الإرهاب خاطفة تستهدف المدنيين والنقاط الأمنية مبيناً أن وجود الأدغال والأشجار الكثيفة في الجزرات جعلها مخابة حصين للإرهابيين ونفى محمد ألمبا التي تحدثت عن ظهور معاقل داعش في ناحية دجلة على خلفية الهجمات الأخيرة التي شهدتها الناحية مؤكداً عدم وجود أي متسلين أو متعونين مع داعش عادوا إلى الناحية خلال السنوات الماضية مع الأسر النازحة ترجمة نانسي قنقر